اشتركوا في القناة كما تتبعوا العديد من العشاق الأغنية برنامج الفن العرب معنا صلاح الدين محسين أهلا بك محسين أهلا بك خي عماد وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الحواري الشيق الجميل أهلا بك من أول حلقة له وصراحة كنت منك مزيد استمراريا إن شاء الله كيفما طبعته ما صار تبارك الله كبير ونحن نحبك بزيزاف خي عماد الله يباركك محسين أولا نقولك على السلامة ونت طبعا ماشي غريب علينا وماشي غريب علي الكاميرات وعلى الجمهور طبعا من خريجي برنامج سوديو دوزيم كنتي فائز بالجائزة الأولى ثم من بعد درتي أعمالك الخاصة وأنا صادفتك شحا من المرة ومن بعد مشيتي لهذا البرنامج وتبعوك الناس برنامج للمحمد عبدو فن العرب فأنا أول سؤال جنيد للذكرة لأن شحا من المرة كنت صادفتك قبل وكنت ضد نتال مشاركة من خلال هذا البرنامج ولكن كيف أجدتك الفكرة أنك بدلت رأيك محسين؟ هو في حقيقة أنا بدلت رأيك لأنه في الأول كنت تتكلمت على مسألة دي لأنه صرحت بأنه البرامج دي الهوات يعني خصوصا في مستوى العالم العربي فيها محنون نطلموا من الحيف لأنه كتكون الحسابات تجارية ممكن تكون سياسية كتلعب واحد دور كبير في النتيجة النهائية دي لبرنامج لذلك أنا بغيش نطيح في هذه المسألة دي ونبقى يعني لقيت شي برنامج فني مثلا كيستاندر في الاختياء في النتائج دياله وعلى مواهب الفنية والخدرات الفنية والأصوات يعني كنت سنكون أكثر فراحا بالمشاركة مثل هذا البرامج لكن مسألة اللي هي ترتني في هذا البرنامج هذا وأنه وجدني برنامج مختلف وبرنامج أوريجينال وتمنت أنه ما يكونش في ذلك شيء يكون في برامج الأخرى من البرامج الأخرى مقلدة وفيه واحد سيستام وذلك سيستام بأصلا ما كيهجبنيش مثلا سيستام ديال الفورس ما كيهجبنيش بتاعت كيفاش كيتتعامل كيفاش كيختار وكينتاقي وكيفاش كي لكن هذا البرنامج جاني يعني برنامج يعني فيه في شي حاجة هكا أصيلة وانا كنحب الفنان محمد عبدو كنحب أغانية عنده اللحن كيفما نقشنا في الكواريس أنه عنده اللحن رائعة ما شاء الله عنده قدرات يعني هائلة يعني في تلحين أسس مدراسة خاصة به كيتعلموا منه بزاب ناس يعني في العالم العربي وتسمى بتلقب فنان العرب لأنه شوف يعني الناس اللي يرقبوا بدل بدلقب هذا كيفاش شافوا شافوا الأداء ديال وانا كنشوفه بأنه فنان العرب وغا يبقى هو فنان العرب طبعا أكيد إلا كانت انتشرت الأغنية الخليجية فهي سبابه سباب بعض الفنانين منهم طبعا محمد عبدو طرى المداحة اللي كان كذلك من الفنانين الأوائل الخليجي للسعودين خصوصا الخليجيين سباب عام لقيت في النهاية وما فيستيش هاد السنة في هاد البرنامج فهضرتي على الضلم واش كانت شي ضلم في النتيجة أنا النتيجة اللي تعرضات كنت أنا متفوق في تنقية ديالجين تحكي أول نقطة وكان اللي قبل مني يعني الثاني بعيد عليها مع أن اليمني ما كانش هو الوسامة محبوب ما كانش هو الوسامة محبوب يعني ما كانش قريب لي في تنقية هذا كان بينه وبينه جوجد الناس اللي كان بعيد عليها احنا عملية تتفاجأنا بأنه هو نسبة ديالو طلعت باعتبار أن التصويت جاء من جهته وطلع نسبة ديالو ديالطنقية ذاك شي بالنسبة القديدة الضلم أنا مقدر نكون حسيت به تم مصير بلاس صراحة لأنه كنت نشوف راسي عليه كنت نسحق اللقب طيب بكل زياني كل تواضع واحتى الناس اللي شافوا الناس اللي علقوا كانت تعليقات يعني من عند رواد الفضاء الأزرق فيسبوك والمواقع هذي التوصل الاجتماعي كلها كانت تعليقات يعني بصالحي وكانوا كيتمنوني أنني نندي اللقاب وقالوا بأنه محسين صلاح الدين والي كان قسوية تدلق يعني على ما فهمت من كلامك محسيني يعني هاد النتيجة كان فيها شوية ترافيك هاد السنة دي فاد البرنامج داروا شوية ترافيك داروا خشونة ما نقدرش نجزن بالمسألة لأنه كيف قلوا بأنه ننتجة دية تصويتها اللي جات من جهة اليماني أنا الحمد لله تنقيد ديلي كان هو الأعلى يعني كنت جبت أعلى نقطة وحتى التعليقات ديال الجنة تحكيم وديال الفنان محمد عبدو كان جيد إيجابية لدرجة أننا صافي قالوا بأنه اللقاب غير ياخده محسين صراح الدين ولكن تجري الرياح وبمالات الشاي السفنه وجات تصويت جل صالح الفنان اليماني اللي اخدى اللقاب اللي اخدى اللقاب الفنان اليماني إحنا يعني لو كنت اخدت اللقاب شنو الجائزة اللي كانت؟ الجائزة كانت عبارة عن جائزة مالية يعني غلاف مالي كي عادل هي خمسمائة ألف ديرهم إماراتي كتعادل شمية وخمسين مليون سنتيم مغربية وسيارة فاخرة مهدات من عند السبونسور ديال البرنامج حقيقة الإنسان تبقى في الحال مبلغ مهم بحال هذا وصيارة فاخرة وكما قلت يعني دست من حداك وما علينا ولكن دبا انتهي شاركت وقيت الفنانا شنو غالي تستفد شنو دلو معك الناس؟ أنا هما كانوا يعني حيتبقى فيهم الحال كيف قولنا حاولوا بأنهم زمي يطيبوا لي خاطري وكدا ويعطيوا يعني اعترافا منهم بيعني بقدراتي وأنني ضعت صراحة وقال في تصريح الواحد المنظر الإعلامي كان جاي دار برنامج داروا تصريح معه وداروا يعني واحد روبرتاج على البرنامج وقال ليهم بأنه محسس رح الدين الحرام ما يطلع الأول صوته كبير وصوته جبار وتصويت الخارجي كان مجاش في جيته طيب لأ خلينا من كلام هذا كلام جميل وكلام حلا محتاجين شي الفنان اللي هنا وكان احترموه محمد عبدوي يقول لنا عليك احنا تنعرفوك طبعا فنانه صوت جميل واحساس إلى غير ذلك شنور بحتي من هاد المشاركة؟ ماديين؟ المديين مازال ما كينش حاجة ماديين الرطبة الأولى اللي فيها جوائز يعني بها الشكل اللي كما ذكرتلك سابقا الرطبة الثانية ما عنده شي جائزة بستناء الواعد اللي واعد محمد عبدوي انه علن بعد تسليم وتتويج المستسابق اليمني علن على جائزة خاصة من طرف لجنة التحكيم وهو يعني يشخصه هو ولكن لحد سابقه ما عرفتاش محسين من خلال المشاركة ديالك في البرنامج طبعا كين محسين قبل ودبا محسين بعد مجد مني رجعتين للمغرب لقيتي شي حاجات تبدلات تفتاع عمول ديال الناس معك؟ أكيد واش تزادك شي شوية الشغرة؟ أو لا ربما انه هي هي اللي كانت عندك؟ الحمد لله كي بقيت لك كي بقيتك وخاء وخاء وخان فاتحت على الجمهور آخر مني رجعت لقيتي الجمهور ديال بلادي كي افتخر بيا وكي يقول بأنه محسين صلاح الدين مشال هادك المسابقة مشال ديالك البلاد ورفع الرأي المغربي ويعني الحمد لله شرف الفن المغربي والأصوات المغربية الحمد لله لقيت بأنه زادت شوية ديال الحمد لله الناس شافوا البرنامج وستحسنوا الأداء ديالي وعجبهم لحال يعني كان مشارك مغربي وصل للفينال وكي بقيتين تدس للجائزة من حداه اللقاب كانوا الناس كيتمنوا باش وانا صوتت عليها بزاف يعني كانت واحد حملة في مواقع التعوصل الاجتماعي في المنابير الإعلامية اللي كينا في الجرائد وفي الراديوات كل شيء الحمد لله ومواقع الاكترونية بدون ستناء كل شيء يعني جندوا معايا ويحتمعا المشاركين المغاربة اللي كانوا في مصابقة أخرى أمثل الفنانة لاجت رجوي يعني الحمد لله يعني جيت لقيت الحمد لله واحد طيب واحد في إحدى الحلقات كان عندك شي مشكل مع شي مشكل تنتقتي أصالة قد تدخلك في حياتك الشخصية الفنانة أصالة كانت ساقط الخبار بأنه يعني الحالة العائلية ديالي أنني منفصل على يعني الزوجة ديالي السابقة مطلق أنني ساقط الخبار هذا القادية بغت بغت تلعب عليه عزمة كده شي حاجة يعني فيها فجد سولتني ولاش وكيفاش وطولت في الموضوع شي نسبب لي إحراج وصراح ما أحملش هذا التصرف هذا ما بغيتوش ما كتباغي أنا جاي باش نغني باش نتبت قدراتي الفنية وداتي يعني في الميدال الفني تخليك فضل إيطار باش نقو تخليها فضل إيطار يعني تشوف شنو عندي في شنو غنيت مزيان ومغنيت مزيان كده هذي فنانة سبارك الله كبيرة ولكن مني هذه الأمور هذي كان من الأحسن ما تدخلش فعلينا الجمهور مع أنه ما دير بها وهي مع الدم تدير بها أنا ذك شي كيبقى شخصي يعني بالنسبة لي يعني شي حاجة اللي هي دخلة في حياتي شخصية طيب محسيني لسولتك شنو النوع الأغني اللي كتلقى فراحتك لأنه شفناك كنتي كتعدي أداء جميل أغاني ديال محمد عبدو ثم خلصا احنا هتنعرفوك جاي يعني من واحد نشأة ديال الزاوية والابتهالات والأغاني يعني الملتزمة ثم بديتي كتمشي نحو أفاق أخرى فما كيخليك شهداء أنك ربما ترجع للأصل ديالك وكيقولك الأصل كيبقى أصل أنا بالنسبة لي أنا الأصل ما عملت خليت عليه دائما حاضر في ملتقيات فيها فيها تصوف فيها إنشاد ديني فيها إنشاد فيها الأغنية الصوفية يعني بالنسبة لي أنا هاتش ما ما قاطعتش عليه أنا فاتحت لأ ألمات غنائية أخرى عصرية ولكن والطربية والقصائد وكذا ولكن بقيت في والشبابية حتى الأغنية الشبابية نتجت مجموعة من الأغنية يعني في ديال العصر ديالنا ولكن ما عملت خليت على هذا والدلع لذا لك أنا في البرنامج شاركت بأغنية غنية الرضا والنور وقبل ما قدرت موال صوفي يعني هو والله ما طلعت شمس للحلاج وكان بالأداء ديال يعني طبعا ارتجال والحمد لله يعني كان استحسا القصة استحسان ديالنا بيالقاء المستمعين الحمد لله يعني مخرجت أنا على هذا الإطار ضرورية تلتوش بقات كل مرة كان نحطا في شي شي طيب كنشكرك بزاف محسين لحضور ديالك معنا وكنت معك حد موفاق ولكن أكيد على إحنا ما يمتبع معنا وصوتك طربي فنبغوا نسمعوش عجر مطرب فضل قلبي بيقول لي كلام وإنت وإنت بتقول لي كلام وعنيا شايفة كلام والناس الناس بيقولوا كلام أحطرت سدق مين وأحطرت كذب مين أحطرت سدق مين وأحطرت كذب مين قلبي بيقول لي قلبي قلبي بيقول لي يا سلام عليك شكرا أحبائي على إقاع أغنية قلبي بيقول لي كلام من الموسيقى والأجياء لمحمد عبد الوابة أقول لكم إلى اللقاء شاو شاو طبعا أكيد إلا كانت انتشرت الأغنية الخليجية فهي بسبابه 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 طوال اللي كان طوالا نالله عطيني مناك سلام عليك يا الله كشودي نعلق علينا لا تنسى caps Cat هلا